قال موسى لربه يا ربي خلقت آدم بيديك ونزحت فيه من روحك وأستثت له ملائكتك وأدخلته الجنة وطفت عليه فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين قال موسى يا ربي إذا قال العب يا ربي وهو راكع ماذا تقول له قال أقول له لبيك يا عب قال حيما قال وهو جاجد قال أقول لبيك يا عب قال موسى صيبة قالها وهو عاصل قال أقول له لبيك 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 إن الله تعالى يخوض لموسى بن عمرانة على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الثورة قال موسى لربي يا ربي إني أرى مكتوبا في الصورة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت النقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الصعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله اللهم اجعلهم أمتي يا ربي قال الله لموسى يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يسعلها وفركها من خجية الله كتبتها له حفلة اجعلهم أمة يا ربي قال له الله يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي أنا مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حفلة فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة طبع اجعلهم أمة يا ربي فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد One time some of his companions came to him in the middle of a war in the middle of a battle a battle was raging on and they came to him in the middle of the battle and they say أدعوا الله أحرقتنا نبال الثقيف the people of thقيف are killing us with their arrows أدعوا الله عليهم make dua Allah destroys these people wipes them clean off the face of the earth the Prophet صلى الله عليه وسلم raised his hand raised his hands for dua supplication the companion said we were like that's it done deal it's over and then when he opened his mouth he said اللهم مهدي ثقيفا Allah give guidance to the people of thقيف and he reprimanded his companion he said إِنِّي لَمْ أُبَعَثْ لَعَانًا I have not been sent to curse people to damn people to doom people وَإِنَّمَا بُعِدْتُ رَحْمَةًا I have been sent as a mercy for people as a mercy for Allah's creation